وفي ذات السياقة نهت مديرية أمن القاهرة من وضع لمسات الأخيرة للخطة الأمنية والمرورية الكاملة استعدادا لإقامة مباراة كرة القدم بين منتخب مصر ومنتخب تونس اليوم ومن المقرر أن يقام في الساعة التساعة مساء باستاذ الدفاع الجوي حيث تم سماح لـ 15 ألف متفرج بحضور هذه المباراة وأكد اللواء علي الدمرداش مدير أمن القاهرة خلال الاجتماع اللي عقده مع قيادات المديرية على توفير الراحة الكاملة للجماهير من خلال تحقيق سهولة وسيولة مرورية للوصول لمنطقة الاستاذ وصولا إلى المدرجات لضمان خروجها بالصورة المشرفة التي تليق بسمعة مصر هذا ويبقى المنتخب المصري آخر مجموعته بدون نقاط وبفارق ثلاث نقاط عن السنجال وتونس صاحبية الصدارة وبفارق الأهداف عن بتسوانا صاحب المركز الثالث أعطي بالأمنيات لمنتخبنا القومي بإذن الله